معي وزير خلقية قبرص واليونان وإيطاليا لمشاركتهم في هذا المؤتمر وتخصيص الوقت لحضور هذا المؤتمر ففي الواقع هذا المؤتمر شاهدنا على جدية وخطورة الموقف في شرق المتوسط السيدات والسادة نحن نشهد لمدة عدة سنوات تركيا ومحاولتها منع قبرص من ممارسة حقوقها في شرق المتوسط وخاصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بنا وقد حوطتنا بكثير من الإجراءات بما فيها كذلك الاكتشافات غير القانونية في منطقة المتوسط وهذه الممارسات قد امتدت في البحر المتوسط وقد شاهدنا كذلك التدخلات العسكرية لتركيا في سوريا منذ 2016 وتدخلها في السياسة الليبية وهذا قد يمثل تهديداً خطيراً للاستقرار الإقليمي والاتحاد الأوروبي وما يعزز ويؤقق أصرع في الليبيا وتركيا مؤخراً قد عربت عن حطها في الليبيا مما يعده خرقاً وكذلك للمواثيق الدولية مثل القانون الدولي وكذلك اتفاقية قانون البحر وكذلك اتفاق الصغيرات الذي تم الاتفاق عليه البلدان المشاركة في هذا الاجتماع اليوم في القاهرة فقد أعربت عن رغبتها في مواجهة تصعيد التوتر وكذلك توبيه الدعم الشامل للسيد غسان سلام المبعوثة الأمم المتحدة والقرارات المتخذة من مجلس الأمن الخاصة بحل الصراع والنزاع في الليبيا وكذلك معيير الأمم المتحدة أهمها الاتزام الكامل واحترام حصار الأمم المتحدة والآن ننعرم عن إصرارنا لمواجهة تصعيد الصراع إن رؤيتنا المشاركة هو تعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط وتحقيق مستقبلاً مزهراً هو أفضل لبلداننا مع احترام جدول الأعمال والعلاقات الغوارية الجيدة واحترام القانون الدولي